اشتركوا في القناة الامسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ محمد عطالله الهاجري الامام الخطيب بوزارة الأوقاف والشهور الإسلامية حياك الله حياك الله أبو عبد الرحمن و بارك الله فيكم جميعا و سعدات جدا و يتواجدك آمين و نحن كذلك الله يحفظك و أبو عبد الله خلينا نأخذ بداية هذا التقدير الذي يشمل موضوعنا اليوم و نرجع نكمل حوالنا فاصل من شاهدين الكرام و نعود لكم الجديد الطلاق في الإسلام الطلاق في الإسلام هو انفصال أحد الزوجين عن الآخر و عرفه علماء الفقه بأنه حل عقد النكاح بلفظ صريح أو كناية معنية و ألفاظ الطلاق الصريح هي الطلاق الفراق السراح و الكناية هي كل لفظ احتمل الطلاق و غيره من مثل الحقي بأهلك أو لا شأن لي بك و نحو ذلك فإن نوى به الطلاق وقع و إلا فلا و الزواج في الإسلام الزواج في الإسلام هو ارتباط بين مسلم و مسلمة يكون بالعقد قانونيا بحضور و موافقة كل من أهل الزوجين و يكون عالنيا بنية العفاف و الكفاف و تحقيقا لأوامر الله و رسوله أعودنا لكم مشاهدين الكرام و أن أستكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ محمد أعطالله الهادري الإمام الخطيب و وزارة الأوقاف و شهور الإسلامية جدي لك تحية أبو عبد الله أيك الله أبو عبد الله محمد بارك الله اليوم موضوعنا سنتكلم عن قضايا و مسائل في النكاح و الطلاق و لكن بداية أجعل مقدمة لك الحمد لله لإحسانه و الشكر له على توفيقه و امتنانه و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه و أشهد أن نبينا محمد عبده و رسوله الداعي إلى رضوان حياكم الله جميعا و نسأل الله عز وجل نوفقنا و إياكم كل خير لا يخفى عليكم ما للنكاح و الزواج من أهمية في هذا الدين فهو من آيات الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون و الزواج و النكاح من سنن الأنبياء و المرسلين قال سبحانه وتعالى و لقد أرسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم أزواجا و ذرية و بين ذلك نبينا صلى الله عليه و سلم أنه من سنته فثلاثة نفر من الصحابة رضي الله عنهم دخلوا إلى بيوت زوجات النبي صلى الله عليه و سلم يسلون عن عبادته كيف يصلي النبي صلى الله عليه و سلم كيف يصوم فلما أخبروا به كأنهم تقالوها لما أخبروا بها كأنهم تقالوها قالوا هذا رسول الله و فر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فإن نحن من رسول الله صلى الله عليه و سلم أرادوا أن يجتهدوا وأرادوا أن يتكلفوا و يغلوا في هذا الأمر قال أما أحدهما قال فإني أصوم ولا أفطر و قال الآخر أما أنا فإني أصلي ولا أرقد و قال الآخر أما أنا فإني لا أتزوج النساء و في رواية لا أكل لحم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال ما بال أقوام يقولون كذا و كذا أما أما إني والله أخشاكم لله و أطقاكم له صحيح فهو ممثلة الخشية كثرة العمل أو ترك العمل لا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال أما أنا فإني أصلي وأرقل صحيح وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني دل ذلك على النكاح والزواج من سنن الأنبياء والمرصدي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنكاح والزواج تدور عليه بعضهم يقول شنو حكم النكاح نقول لا النكاح والزواج تدور عليه خمس أحكام تكلفية قد يكون واجب قد يكون محرم قد يكون مستحب قد يكون مكروه قد يكون مباح على حسب المصارح والمفاسد والإيجابيات والسلبيات جميل فإنسان مثلا عنده مثلا غريزة عنده أمور يريد أن يحصن نفسه يقول واجب عليك بحقك أن تتزوج وبعضهم يقول الله أقدر أصبر يقول لا أنت مستحب لك تتزوج وغيرها قد يكون فيه ضرار للزوجة أو إرادة المحرمات هذه أحكام هذه أحكام الزواج أنا أريد أن أعرف مشروعية مشروعية الزواج أنه مشروع بالإسلام جميل بخلاف الأديان فإن الأديان السابقة الزواج والنكاح تختلف عندهم مثلا اليهودية عندهم يتزوج ويطلق متارات مفتوح عنده والنصارى يتزوج زواج أبدي ما يفرق بينهم من الموت بخلاف الإسلام جعله هناك مثلا الطلاق أحد الاختيارات الأخيرة الطلاق مثلا أما الأديان الأخرى لها أحكام تختلف أما الإسلام دين وسط ودين رحمة صحيح فأسس الزواج أساس الزواج يتكون بالعلاقة بين المودة والرحمة والشفقة والإحسان والبر والتقوى بخلاف مثلا الأديان الأخرى فإن قصدهم ليس قصد المسلمين ونية المسلمين فنية المسلمين هي قصد التكاثر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث على ذلك فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم العمري من القيامة وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج الباعة إن القدرة الحسية قد تكون معنوية فإن أغضوا البصر وأحسن الفرج فمن اللي ستطع فعليه بالصوم فإن له يجاعي حماية ويقاية فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك فالإسلام يدعو إلى هذا النكاع وهذا الزواج بالذي يؤدي إلى المصالح ولا يؤدي إلى المفاسد يكون فيه مصلحة للزوج والزوجة بخناف المذاهب الأخرى والأديان الأخرى فإنها لا ترتبط بهذه العلاقة جميل هذه المشروعية والحكم ذكرنا يمكن الحكم أحكام خمسة الموجوب أو محرم أو استحباب أو كراهة أو مباح على حسب حال الشخص وحسب المصلحة والمفسدة من الزوج والأصل فيه أنه سلم أما الوجوب أو التحريم قد يكون محرم إذا كان قصدة إضرار وكان قصدة سيئة في هذا الزواج كيف يعني أبو عبدالله؟ يعني يريد أن يضر الزوجة فقط يريد أن يعلقها يريد أن يعضلها يريد فقط مقاصد أخرى غير مسألة عفة النفس وعفة الزوجة وتكاثر الأولاد هذه مقاصد في النكاح هو لا يريد هكذا بعضهم يريد مثلا التحجير مثلا هذا عادة بعد سيئة يحجر سنين فقط يريد الزرار بالزوجة أو يريد انتقام منها لأمور سابقة أو شيء معين بين القبائل أو بين الأسرة نفسها فهذا يكون نكاح محرم قد يكون مكروه إذا كان عنده قلة نفقة ويعرف أنه سيضر الزوجة في قلة النفقة وتحتاج إلى غيره يقول مكروه قد يكون مستحب حسب الشخص أو يقول صحيح هو يقول لك الرزق من الله بعد الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق الله عونه منه من ناكح يريد العفاف هذا لا شك فيه أن النكاح يزيد في الرزق ويريد بعضهم يتزوج وأغناه الله عز وجل فلا يحمل هم هذا بس نحن نقول إذا هو يعرف من نفسه أو أنه فقير أو أنه شحيح لا ينفق على الزوجة نقول ما نجوز لك أو أقل حوالك و الكراه إذا صبرت الزوجة في ذلك قد يكون مباح والله مستوي عنده لن يفارق عنده والله يقول خلني أبني حياتي وهذا من الأخطاء أن بعضهم يعزب عن الزواج بهذا النية يقول أبني مستقبلي وأبني زواجي ويتعدد ثلاثين وكأن يعلم المستقبل وكأن يعلم أنه سعيش بعضهم يعلق أمور كثيرة بالزواج الزواج يفتح عليك أمور مغلغة وهذا من توفيق الله الله نعلمك النية الصالحة في الزواج من تحصين النفس وتحصين نفسك تحصين الزوجة وكذلك الكثير من الأبناء الصالحين في النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فهذه كلها نواية طيبة في الزواج في اختيار الزوج أيضا واختيار الزوجة هذا نظر مهم يخاطبهم الرسول السلام يا معشر الشباب فئة الشباب هي المستهدفة المستهدفة في هذا الأمر يجب أن تتزوج و أنت شباب لا تنتظر لحد ما تكبر في العمر و يقب صح بعضهم يقول لا لما أكبر لما خلص الجامعة لما توظف لما ابني بيت يتراح عليه العمر هو يقول لما لما و هذا كل ما التسويف لأن العزوف الحاصل الآن من النساء أيضا هذا أمور خاطئة و غير صحيحة بالعكس الإنسان يحتسب الأجر في ذلك و يبني حياته في الزواج و قبل الزواج و يبني حياته لا فالله عز وجل يسر لك أمور مغلقة جد يفتحها الله عز وجل عليك بنيةك الطيبة صحيح فالنية الطيبة لها دور في ذلك صحيح كثير من النساء كمّلوا دراستهم و هي متزوجة متزوجة و جابت عيال و أمورها طيبة بعضهم من العكس يتحجج مسأة الدراسة و تلقى لا فالح بهذه ولا هو تتزوج هذه مصيبة صحيح خاصة أن ينظر الغيرة النساء اللي تنظر الغيرة و الرجال ينظر غيرهم يقول تول الناس تول الناس تول الطريق هذه موضوع كلمة أبعيش حياتي هذه دارجة عندي شباب خلأ أبعيش الآن أهتم يتمتع بشبابي و بعدين يتزوج كأن الزواج هو سجن و عائق لك و إذا تزوج لا يستمتع في هذه الحياة هذه طبعا مبررات خاطئة لماذا؟ أن أصل الاستمتاع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع و متاعها المرأة الصالحة كما روى مسلم في الصحيح هذه أصلا متاع لك أصلا فالمتاع يكون بالحلال بعضهم قد يكون والله مشي مور محرمة أو بعضهم لمؤاخد يقول خربط و مشي لا ما ينفع الزواجة الرقيب عليك فالإنسان يحصل نفسه في هذا الزواج فيحتسب الأجر عند الله عز وجل و أن الله عز وجل يسسر لهم على منه النية الصادقة في الزواج و اختيار الصالح كذلك كما يأتي معنا في الفترة جميل وجوب تعلم أحكام الزواجة أبو عبد الله نعم العلم يخفى عليك العلم إما يكون عيني عليك الأحد و قد يكون كفائي عيني يكون مثلا أحكام التوحيد و أحكام العقيدة و العبادات تعلم الطهارة و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج هذه كل أحد لا بد أن يتعلم صحيح هناك أحكام و علم كفائي يعني يجب على البعض دون البعض أو يجب على من يخوض فيه يدخل فيه و من ذلك النكاح يعني يجب أن يتعلم أحكام الزواج و النكاح و الطلاق الذي يبادر أو يريد أن يتزوج يجب أن يتعلم أحكام المقصود الحقوق و الواجبات حقوق و الواجبات و كذلك الشروط النكاح و الشروط في النكاح بعضهم عنده جحل كبير في هذا الجانب لا يعلم شروط النكاح مثل الولي و الشاهدان و صيغة العقل و الإجاب و القبول و المهر و الصداق ما أعرفها أو شروط أن الزوالة تشترط مثلا سكن معين تشترط وظيفة معينة هذه شروط في النكاح و ليس شروط النكاح و كذلك متى يطلق في أي وقت يطلق الأمور هذه يجب على أن يتعلمها هناك أمور كثيرة جد recharge عنها بعضهم يجهل الأمور هذه و إذا ض sutرة بالرأس يسأل أنا طلقت و أنا مدار أنا سو و لا كل أحد يريد ان يتزوج يجب أن يتعلم حكام الطلاق و النكاح كل أحد يريد يبيع و يشتري يجب أن يتعلم حكام المعاملات كل أحد يريد يقسم المواليث و التركات يجب أن يتعلم القضاء كذلك يجب أن يتعلم قبل المخوط و لا يوجد صعوة في العلم قبل العمل صحيح ما فيها صعوبة معلومات يعني أنت تأخذها لأجل أن تستمر حياتك بطريقة صحيحة صحيحة شرعية طبعا طريقة تكون صحيحة شرعية جميل هذه الأمور التي يجب أن تعلمها علما عينيا على كل أحد يجب أن يتزوج يجب أن يتزوج يتعلم كيف يتزوج يتعلم منه بعد ذلك يسأل يدور يسأل يتعلم القرآن والسنة والصحابة والعلماء والطلاب العلم والكتب كلها موجودة وهناك مؤلفات خاصة في هذا الباب في أحكام الطلاق أحكام الزفاف الشيخ الباني له كتاب في ذلك كثيرا مهارات الحياة الزوجية السعيدة هناك بعد مهارات يحتاج مهارات لا بد إنسان يتعلم ما يكون جفاف عاطفي أو ما يتعلم الأحكام أو جلف أو دائما غاضر أو دائما شوفه مكفهر أو دائما شوفه معبس أو دائما لا يتعلم كيف يربي أبناء هذه كل أمور يجب أن يتعلمها في ضوء القرآن والسنة الكتاب والسنة ما ترك شيء نهائي النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في كل شيء طريقة التعامل بالحال الغضب في حال الرضا طريقة تغيير خطأ الزوجة التغافل والتقاضي عن الأخطاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنا نكره منها خلقه رضي منها بآخر التغافل عن الزلات والأخطاء لا تجد بيت مثلا خالي من المشاكل مستحيل لا بد في أخطاء هذا جنس بشري يخطأ ويصيب بس إنساني يجعل هذه السيئة في بحو الحسنات ويتغاضى كي تمشي الحياة الزوجية هي مهارة يعني يجب أن تعلمها المرأة والرجل نحن لا نذكر فقط الرجل كيف يتعامل أيضا المرأة يجب أن تعرف كيف يتعامل مع هذا الرجل صحيح تعلم الحقوق ولي واجبات الرجل له حقوق و الزوجة لها واجبات ما تعرف حقوقي و واجباتي ما المطلوب علي أنا كزوج ما المطلوب مني أنا كزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم بينا ذلك في حديث كثير الموضوع يطول جدا المصارح من البداية أبو عبد الله هي الأفضل أكيد يعني يا أبو فلان ترى أنا ما أحب شدي صحيح وهي تقولها أو هو يقولها يا أبو فلان ترى أنا في هذا الأمر هذه الطريقتي ما أحب هذا أسلوبي أنا يعني من البداية تكون أفضل ويكون تناصح أصلا يكون تناصح قد يكون مو صح اللي حبه هو اللي ما يحبه قد يكون خطأ فيكون التناصح بين الزوجين في هذه المسألة مثلا ليش هذه مثلا ما تحبها أبين له وجهة ناظري وانت بيين وجهة ناظري قد يقتنعوا كثير يقتنعوا مثلا هذه في أمور دنيوية بعبد الله دنيوية طبعا دنيوية ما فيها ما في والله أنا نوعيتي والله ما تصلي سامحي الله ما يسير صح ونوعيتي والله ما ألبس الحجاب ولا نوعيتي ما سأل ولا هذه في أمور لا هذه خطوط حمرة صح المقصد أن شون تستمر الحياة تكون على قوتك من أول شيء تكون مصارحة وجلست مثلا معرفة لك واللي عليك وشي اللي تحب وشي اللي ما تحب وشي اللي حب وشي اللي ما تحب هذه أمور مهمة في استمر الحياة الزوجية فتجد كثير من الناس ما عند الأمور هذه انتهت العلاقة من أول يوم أو من ثاني يوم هذه مصيبة عظيمة اختيار الزوج و الزوجة له أسوس بالقال الله أكيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع قال لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فضفر بذات الدين تنبت يداك أي خسرت يداك هذه يراد فيها لا يراد فيها الدعاء المقصد هذه أسوس اختيار الجمال والمال والحسب والنسب وكذلك الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال فضفر يعني خذ بذات الدين ذات الدين هذه تبقى لك فالمقصد أن الإنسان يختار الأسوس التي يريدها الزوجة صالحة مصلحة بعض الناس الله عافينا يتزوج هكذا بل عنده شروط ما عنده ضوابط ما رأوا الثاني رجال نظر نظرة الدينوية ما هو وظيفته ما هو معاشه ما هو منصبه هذه مصيبة صحيح فتحصل المفاسد والسلبيات بسبب اختيار الفاسد هذا فالإنسان قبل أن يختار يتريث ألا قلتنا نحن بالعام يقول بالمنقاش والله أسأل أسأل فلان فلان أسأل فلان لو أطور بعضهم يوافق من أول يوم مثلا يوم هذا خطر لازم أنك تعرف الزوج هذا مثلا شنو عنده شنو محاصنة شنو فضائلها والله أسأل الناس عنه الزوجة كذلك بعضهم يشوف زوجة مثلا في عرس والله يخطفها على طول على الشكل شاف جمال على الشكل خطر لا ما يصلح الجمال موكل شيء الأخلاق أعظم من ذلك وإن كان الجمال مطلوب أكيد فهذه أسس اختيار أول شيء الصلاح بالضبط الجمال سيزول لكن الأخلاق تبقى نعم صح هذا أنت تختار أم لأولادك أم لأولادك صح مدرسة مثل الأم مدرسة أنت تختار شيء يربي أولادك فلذلك تختار اختيار الصحيح وتريث وعبد الله لا تختار على طول تريث وكذلك الاستخارة استخارة الله عز وجل أنك تستخيل إن كان هذا خير لك إن الله يوفق له وإن كان شر يصرفك بعض الناس لا يعرف مسألة استخارة نهائيا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جابر قال علمنا الاستخارة في كل شيء يستخيل الله عز وجل في الاختيار ولا يستعجل هذا ما هو بيت والله ما نفعت والله بعته سيارة ما نفعت لا هذا الزواج مثاق غليظ الله قال واخذنا منكم مثاق غليظة صعب ما هي سهلة وعراض الناس ما يتزوج بكرة تطلق يعني هذا مصيبة ما هي سهلة صحيح خذينا أفس الاختيار نريد أن نعرف المنكرات منكرات الأفراح هذه منكرات عظيمة جدا نساء الله نعافينا منكرات العراس والأفراح منكرات وأخطاء دعنا نقول منكرات وأخطاء أخطاء قبل الزواج مسأة الرؤية الشرعية هذه مسأة الرؤية الشرعية بعض الناس يتحرج من ذلك هذه ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا رأيتها بعضهم يتحرج والله يتأفف يقول والله ما يشوفها يمكن ما يأخذها نقول أول شيء الرؤية للزوج والزوجة مو بس الزوجة اللي يشوف حتى الزوجة اللي تشوف حق لها صحيح فالمقصد أنه ينظر لها ولا يعقد عليها ولا يتزوج أفضل منها يتزوجها ويطلقها صحيح والله ما أعجبتها بعض الناس قد بين طرفين ووسط بعض الناس يبالغ في الشيء هذا ويعتبر أنها فضيحة وبعضهم لا والله فاتحها كذي روح ويطلعوا إياها وانت ما أعقدت عليها يقول هذا خطأ هذا خطأ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم دلنا قال هل لا رأيتها فإن في أعيون الأنصاري صغرا النبي أسلام قال للصحابة لماذا لم رأيتها ويجوز لك تراها لو هي ما تدري يوم مكان عام هذا يجوز لك بما تدعو الحاجة يدين كفين رجلين وجه شعر حتى العلماء نصوا على ذلك فهذا هذا أمر مطلوب جدا هذا خطأ يخطأ فيه كثير من الناس وكذلك عدم الاختيار كما ذكرنا وكذلك مسألة المبالغة في المهور والشروط يعني أكتفوا الناس من الزواج نفروه من الزواج يطلبون بالغ وبعضهم يقترض أو بعضهم يأخذ الربا له من أعظم المنكرات أعظم من الزنا النبي أسلام بيّن ذلك يأخذ آلاف يسدد فيه خمسة سنة وعشرين سنة يسدد هذا الزواج من أجل ما هذا مجال إرضاء الناس أو من أجل الله أنا بشوف حالي أفض من غيري أو شل ينقصني أنا وأنت تعرف الظروفك مثلا ومع ذلك تشق عن نفسك ويعمل ولائم الكثيرة التي لا يأكلها للقليل تقف على ذبائح كثيرة وبعضهم يسمون استقبال للنساء وفيه آلاف وبعضهم نفنون في العرس يأجون بيوم واحد ثلاثة آلاف مصيبة جدا يوم واحد ثلاثة آلاف يعني هذه ترهق كاهل الزوج والزوجة من أجل ناس من أجل إرضاء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما صح بعض العلم قال صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة عيصرهن مؤونة أقول الأقلون تكلفة النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرة قليل ولماذا اسباب مثلا العنوسة التي نراها واسباب نفور أو عزوف الشباب عن الزواج كيف تتكلفة وإذا قلت تزوج ثلاثين أربعين ألف خمسين ألف هو قاد يتزوج بقل بكثير صداق المبالغ فيه إقامة الولاء مبالغ فيها كذلك من المنكرات الاختلاط اللي يحصل في صالة الإفرح النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول عن النساء قال يا رسول الله فرأيت الحم قال الحمو الموت الحمو أخذ زوجه صحيح لأنه لا يشك فيه فيكون سهل طريقة للحرام ليس أجمع لكن هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الاختلاط الحاصل بعضهم يتحجج وقول محارمنا لا حتى لو محارمك لا يجوز صحيح لا يجوز لك أبدا أنك تدخل الخلطة التي تحدث وبعض الأمور المنكرة التي تحدث بالأفراح الغناء والطقطقة وبعضهم يقول طق السلامي لا يوجد شيء اسمه طق السلامي هذا بكثير النساء ما يوجد شيء اسمه طق السلامي طلعينها جديدة تسويق تسويق طق السلامي ما يوجد شيء اسمه طق السلامي المحرم محرم فالأصباق والصالونات التي تحدث في الصالونات من النمص ومن اللبس العاري حتى لو بين النساء لا يجوز النساء لا يجوز لها تكشف إلا لا تكشف أمام أحارمها حتى أمام النساء العجاب بعض النساء بعضهم بعض شغلات صناعية بعضهم شد الوجه وبعضهم يأخر الصلاة أو يأخر الوضوء و يضع مناكيل و يضع اسمه بعض النساء و يأخر الصلاة صحيح خائفة توضى و يروح المكياج عليه فتصلي الفجر هذه الأمور منكرة جدا و لا يحصل أيضا من التقحيص والتفحيط و لا يحصل من رمي السلاح و هذه كلها أمور محرمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فالواجب ترك هذه الأمور و كذلك كلكم رائع و كلكم سون عن رأيتها الأبو الزوج المسؤول عن العرس هو يتحمل كل الأثام هذه و المنكرات كثيرة جدا كل ما لا تتجدد و الله يعافينا لكن حصرتها أبو عبد الله بالأهم أكيد مشروعية الطلاق طبعا الطلاق حلم بالحلول و هذا آخر حلم آخر حلم الله قال و الله تتخافون و شوزهن فعظوهن و أهجرهن في المضاجئ و ضغبوهن فهذه حلول قبل الطلاق بعض الناس تستفز الزوجة إذا أنت فيك خير إذا أنت رجال تطلقني و تأخذ الحمية و يطلق خطأ ترى الطلاق ما هو سهل أعراض الناس ما هي لعبة حالة غضب لو أنك تغافلت لو أنك طوفت لو أنك هدئت نفسك و تفاهمتهم و غيرت الموضوع الغضب كيف سوي يعني الواحد لما يغضب خلاص يطلق من طوره يتطلق و ما يدري و النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة جدهن جد وهزلونا هزل منهم النكاح و الطلاق و الرجع و في رواية العتع الأمور هذه ما فيه هزل بعد و إذا طلقت و أنا غضبان ما أحد يقول لك طلق من طرح أهو يضعك صلى الله عليه أكيد أنك غضبان صحيح فالإنسان يملك نفسه و يتقاضى و يتأكد بعضهم يقول سمعت أن فلانا سوى تشدي أو فلانا صار لها تشدي يطلق على دور يتأكد يمكن كذب يمكن مو صحيح فالإنسان الأمور التي فيها الشك يتثبت أو شيء لا يستعجب الطلاق فالطلاق هو من الحلول و إن كان ورد حديث أبغض الحلال لله الطلاق و هذا ما يصح بس المقصد هو حل الله جعله لفك أو فصل هذا العقد و المهتاق الغريب إما بتصريح بالطلاق أو كناية من كناية الطلاق تتلل التصريح فالمقصد أن الطلاق حلم الحلول و لا يستعجب الإنسان بالطلاق قد أنه يمهل الزوجة قد أنه يعطيها مثلا فترة قد أنه يطوف و يتغافل يتقاضى عن الزلة هذه الخطأ مثلانا مثلا ترى خطأ مثلانا الخطأ هذا لا تسوينا لا تكررينه مثلا لا أستعجن بالطلاق أو أني أقول والله أني أثبت أني أنا رجل أني طلق لا ما هو سهل امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان و أنت تنظر في نظرة ثانية ترى اللي يطلق عند عيانه و مثل اللي يطلق عند عيانه فرق يعني صحيح ترقى كثير من الزوجات تتغاضى عن أمور كثيرة من الزوج اللي لم تكن محرمة طبعا لا ينفع والله تقول شارب خمر ولا ما يصلي عشان عيانه لا ما يجوز يجب تطلبين أما فسخ أو طلاق صحيح والفسخ غير الطلاق يعني فس تردي المهر فالمقصد أن هذه من الحلول التي أتت بها الشرية قلنا بخلاف اليهود النصار بعضهم مفتوح و بعضهم يطلق أبدية فالطلاق مشروع في القرآن و السنة و إجماع المسلمين يطلق ما يكون قصد ضرر أو يطلق أو تسأل مرأة الطلاق من غير ما بأس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام علي راحة الجنة الله صيبة طلق ولا ليش والله تشيدي من غير سبب مقنع أطلق لا نقول لا أطلق على حسب و قبل الطلاق كما ذكرنا أبي عبد الرحمن فيه طرق الموعظة بالتي هي أحسن الهاجر الضرب غير مبرح كذلك يأتي حكم من أهلي و حكم من أهلي يحاول أن يصلحون أطراف خارجية تصلح مو بس تسمع سؤاله لا تصلح بالتي هي أحسن بالكلام الطي باللين شو الأمور اللي توافقون عليها شو الأمور اللي تربط بينكم من تصلح ما بينكم إذا بعد هذا كله إذا ما بعد هذا الطلاق يكون طلاق ناجح كانت لي محاضرة قبل سنة وزارة وقاف الطلاق الناجح السغرط قال الطلاق الناجح عنيف زواج ناجح كما أن هناك زواج ناجح هناك طلاق ناجح حدثنا عن الطلاق الناجح كثير من الطلاق يقع الله يعافينا إلا من رحم الله طلاق غير ناجح يكون فيه المرأة توزي العيال على أبوهم ما تشوف أو أبوكم فيه فيه أو أبوكم فيه وكذا كذا وبعضهم تحط عليه القضايا الكثيرة جدا اللي يروح نص راتبة ثات تربع راتبة كلها من سبب الزوجة بحقد حسد سبحان الله على قولتنا يعني مثلا انتصار للنفس نفس تشفي انتقام كلها من أجل شنو قد يكون الزوج هو المصيبة أو قد يكون الزوجة هي المصيبة فالمقصد أن يكون طلاق فاسد امساكوا وفو تسريحوا بحسن والله مفلانة ذات الله خير ما حصل بينا نصيب انطلق وحقوة تلت واللي تابعنا نحاضر من الكلام الطيب وبعضهم يقول لا وبعضهم قد يكون أولياء الزوجة هم اللي يحثونها يطلب الطلاق اشتبين فيه والله غيرت مثلا اتمنات أو أنت مثلا اتمنات ناس كثيرين خليه يقعد خليه استريح هو موج نعمة أو مكفو هذا مصيبة جدا مصيبة يعني ما يكون عون يكون فرعون بدل ما يصلح يفسد وترغل هو السبب هو اللي يأخذها بعد من البيت هو اللي يروح يشتكويا بالمغفر بدل ما يصلح بعضهم هذه هذه نظرة سبحان الله جاهلية ما هي نظرة اسلامية والله بعد الله أنا أعتقد كثير من الطلاقات اللي حصلت نسبة اللي حوالينهم مهم يعني اطراف خارجية اي اطراف خارجية هي اللي غيرت مجرى التفكير ولذلك من الخطأ انتشار السر او الاخطاء بين الناس المرأة تسول في الرفيجاتها وتسول في الخواتها وبر البيت بالدوام والله صار لي كذا وصار لي كذا او الزوج يقول كذا والله فعلت كذا والله صار لي كذا وهذا كل خطأ بالعكسة مشاكلكم بينكم حتى العيال يدون عنكم بعضهم يزف زوجته والزوجة تصايع على الزوج قدام العيال هنت قدوة شو ما توقع من هذا الطفل ان ينشأ خلاء اذا كبر هذا ما يحدث من طفولته يشوفهم وابو يتحوش شوف المفاسد ترتب عليها كثير من الجرائم والمشاكل لا يوجد مربي مربي مفقود اما زوج والد او زوجة ام مفقود المربي فالولد تشتت يكون تربيت تربيت شوارع الله يعافينا وهذا خطأ وهذا من المفاسد اللي تكون في الطلاق والطلاق لها سباب كثيرة جدا لا تحصل من اعظم السباب معدف معلومة الحقوق ولا واجبات ما يحصل والله تزوج ما دل لك سالفة بكنا مطلق ليش والله ما دل لك سالفة والله انا اتكلمت عليه كذا هو تكلم عليه كذا هو ما سول كذا او بعضهم يبالغ بالحقوق والواجبات يزيد او يسمع والله افلانة زوجة يعطيها كذا ليش انت ما تطعني كذا افلانة زوجة سفرها وهذا كله ضرر من شهر عبد الرحمن السنابات والحالات افلانة مقارنة نفسهم غيرهم هذا اللي قاعد يصير غيرهم ما يدرون ان بعض الاشخاص يعتقد بان حياة المشاهير هي من جيوبهم الخاصة هو ما يدرين هذا مدفوع له كل سفراته وكل طلعاته هي مدفوع له فانت لا تقارن نفسك فيه راح تتعب صح صح المقصد ان يا اخي غيرك يا الله نعم عليه بنعم صحيح عندك ومو عنده ما تدير انت وين النعم ما تدير انت وين النعم ما تدير انش الله تحصرها بالسفرات والله الطلعات وهادي كلها ضررت قد يطلق الزوج الزوجتك بسبب مره والله حط مقطع بسناب انها مسافرة وتنظر هذه وتصير مشاكل بسبب المقطع اللي حطتها فانت نعم اللي عنده تشحمة الله عليه لا تنشرينها غير انت يا الله نعم عليك الله رزقكم مثلا المال الله رزقكم بوقت تسافرون فيه غير اكترا ما عنده فانت بالطريقة هذه هدمت أسر وبيوت بسبب النعم اللي انت فيها واللي نشرطها صح فبعضهم يحسد غيره بالطريقة هذه بالنعم اللي هو يستخدمها في معصة اللي هذه مصيبة جميل أبو عبد الله خلينا ناخذ أسباب الطلاق طبعا الطلاق أول شي عدم نحن ديمكن ذكرنا مخطفات منها لكن الان عدم معرفة الحكام الشرعية يتزوج ولا يعرف الحكام الزواج والطلاق لا يعرف وهذه مصيبة جدا يتزوج الزوج وتتزوج الزوج لا تعرف الحقوق والواجبات شو المطلوب منها و شو المطلوب عليها و الزوج كذلك شو المطلوب عليهم من الانفاق و كذلك غيرها من الحقوق التي علي و كذلك الزوجة هذه نقطة مهمة صحيح أسباب الطلاق دخول أطراف خارجية في مشاكل الزوج و الزوجة هذا السبب أسباب الطلاق مثلا النظرة للغير والله المرأة تنظر لغيرها والأختي زوجها يسولها كذا أنت لا تسولها كذا رفيل ستي بالدوام مثلا زوجها القناعة أبو عبد الله ما في قناعة هذه المصيبة وتجد قنوعة تجد النساء مثلا عندهم قناعة وتجد النساء راضية بما قسم الله لها من الرزق و اللهم لك الحمد عندي عيالي وبصحة و عافية صح راضية وبعضهم طمحة يعني ما هي قنوعة طمحة مصيبة بس طلبات 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 تبي تضغط على الزوج بعضهم غيرها توزد طلبي الزوج طلبات عشان بس لا يفكر أن يتزوج غيرك مثلا بعضهم يسوي تتعبيه عشان بس يرضى فيك مصيبة فالنظرة هذه خطأ جد أبو عبد الله معنا دقيقة وصلنا الختام نختم بأخطاء الطلاق و ألا تكلم عندك أنت براحتك بعضهم من الأخطاء خطاء كثيرة جلنا نختصرها بعضهم طلق في الحيض و هذا خطأ جد في وقت الحيض المرأة قد تكون نفسيتها غير و النبع سامناها عن ذلك و كذلك بعضهم يطلق و عليها الطلاق ثلاثا أو أنت طالق 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 هذا خطأ و بعضهم كلما جلس مجلس عليها الطلاق تعشع عليها الطلاق خلي زوجته عرضها ماشي الله كل شيء يطلق و محرم و مصيبة هذه فهذه الأمور يجب أن يجتنبها العبد لا يجعل الطلاق عرضة الإيمانة متى ما فعل طلق أو حدد الزوجة كلما بي شيء يقول بالله ترى طلقت ترى أخذ عيالت و لذلك يجب عليهم يتق الله في الزوجة و لا يطلق إلا الحاج الشديد و يكون هذا آخر حل للطلاق و نسأل الله عز وجل أن يجعل أن يجعل لنا من أزواجنا و أبنائنا قرة عين و أن يوفقنا بجاكم كل خير و أن يحبب إلينا الإيمان و يزينه في قلوبنا و كره إلينا الكفرة و الفسوق و العصيان هذا والله أعلم و صلس المحمد و هذه هي و صحبه السلامة فضيلة الشيخ محمد عض الله الهاجري الإمام الخطيب و وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية أبو عبد الله شرفتنا و أسعدتنا شكرا لكم بارك الله فيك و أحسن الله إليكم إلى هنا و مشاهدين الكرام وصلنا و إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل لقاء بكم بإذن الله في حلقات أخرى متجددة إلى ذلك الحين كونوا بخير في أمان الله